أخبار عاجلة وردتنا قبل قليل دعا بيان أمريكي مصري قطري كل من إسرائيل وحماس إلى استئناف المحادثات العاجلة يوم الخميس الخامس عشر من أغسطس في الدوحة أو القاهرة لسد جميع الفجوات المتبقية والبدأ في تنفيذ الاتفاق من دون أي تأخير وقال البيان إنه حان الوقت لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين كما أشار البيان إلى أن مصر وقطر وأمريكا بوصفها الوسطى هم مستعدون لتقديم الاقتراح النهائي لحل القضايا المتبقية المتعلقة بالتنفيذ بطريقة تلبي توقعات جميع الأطراف وأنهم عملوا لأشهر للتوصل إلى اتفاق إطاري وهو الآن على الطاولة ويتبقى فقط التفاصيل الخاصة بالتنفيذ ترجمة نانسي قنقر